بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اجتمع اليوم الثلاثاء اجتمع اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2019 أعضاء الكنيسة الصهيوني في جلسة استثنائية عاجلة خاصة اسمع المستلمي وجدول أعمالها نقطة واحدة واسموهي هذه النقطة اللي نقشو اليوم واسموهي هذه النقطة اللي نقشو اليوم واسموهي نزع السيادة الأردنية على المسجد الأقصى وإقرار السيادة الصهيونية على القدس والمسجد الأقصى آه ربي تستري آه ربي اسمعوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اسمعي يا أمة رسول الله القدس الذي سرى وأسري بالنبي من المسجد الحرام إلى البيت الأقصى الأقصى الذي بدأ منه المعراج إلى السماوات السبع إلى سدرة الملتهى يصبح الآن عياذا بالله متعرضا لأكبر عمليات التهويد التي لم تبق فيه من معالم الإسلام شيئا في زمن الغفلة العربية والإسلامية وانشغالها بالهموم الداخلية فلا يكتفون بذلك ولكن يجتمعون الآن في مجلس شعبهم البرلمانديالهم الكنيسة ليقرروا في جلسة علنية قرار يصبح الآن قرار أنه سيتم نزع سيادة الأردنية على المسجد الأقصى لكي تنتقل مباشرة إلى السيادة الصهيوني أي سيصبح من اليوم قانونا الأقصى تحت سيادة إسرائيل هذا النهار الله 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 وفي هذا الأثناء يمكن لنا أن نتساءل لماذا كانت السيادة على المسجد الأقصى هي تحت إمرة الأردن أليس الفلسطينيون هم الذين يعيشون في القدس وهم الذين يرابطون في الأقصى وهم الذين يدافعون بأرواحهم عندما يخترق الصهاينة حرم المسجد الأقصى حتى يدافعون عن المساطب العلمية وعن زوايا المسجد بالحجارة ديالت تيموم لماذا نص المعاهدة على أن الأردن هي التي تتملك السيادة علاش لعجبش الفلسطينيين من بكري كانت نية مبيتة أن لا تكون هناك دولة اسمها فلسطين ينبغي أن تشطب وأن يكون الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين كما يصر على ذلك سدنة السياسة والعسكر في إسرائيل لماذا فالنية مبيتة فانتظرنا بعد ذلك من الأردن من النظام الرسمي الأردني أن يعلن على الأقل عن تنديده وشجبه للمسألة لأننا نعيش تحت تخضير ووهم حينما نعتقد أن الأردن الآن تقوم بمراقبة كل ما يجري في قضية القصة ما كنهال لهدهما بهاهما لرميده لكل شيء أين باب المغاربة؟ أين ساحة المغاربة؟ لقد طمست معالمها وهودت الحفريات من تحت أساساتها بل هناك حقن عن حيطان بمادة كيموية يعرض المسجد الأقصى للسقوط لمجرد صوت طائرة تمر فوقا ما يقولون باللطاح من صوت دع الطيارة والجهود على قدم وساق والمؤامرات والمكائد من أجل بناء ما يسمى بالهيكل على أنقاض المسجد الأقصى لأن ابن قريون كان يعرف ماذا يقول حينما جاءوا إلى فلسطين فقالوا ليس هناك أي قيمة لإسرائيل بدون فلسطين ولا قيمة زيد لإسرائيل فلسطين بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل فهذا ما سوني ياللي كتعرفوا ياك ما سوني ما سوني ياه هذه الجمعيات الثقافية المنبثة في العالم البناءون الأحرار الماسونري ليهودي في دولة أجنبية يبني فيلا بمليون دولار ويخلي الحائط مهدم يقول له الولد الصغير دياله يا أبا هالفيلا كيمزينتها لكن ينقصوا هذا الحائط خسنا نبنيوه يقول له ما نبنيوه حتى نبنيوه الهيكل ديال سليمان بعد أن نكون قد هدمنا المسجد الأقصى يربي ولادهم ليهود في كل الأرض لباسونيين على مسألة إعادة الهيكل لكي تشهد إسرائيل العيش في الألفية الثالثة بسعادة لتستقبل دجالها الأعور ومسيخها الدجال شوه المصير وإحنا يا غفلي إذن قضية الأردن هي اللي اعطاوا لها السيادة كنا ننتظر أن تتحدث فما سمعنا عن ذلك شيء لكن هاللعشي يجتمع في جلسة طارئة البرلمان الأردني يا لك البرلمان الأردن تمع لا لبرلمان الأردني الأردن البرلمان ليس النظام الرسمي يعني الأردن ممثلين تعالى شعب وهددوا هددوا بأنه في حالة إقرار الكنيسية الإسرائيل لقرار انتقال السيادة من سيادة الأردن على الأقصى إلى السيادة الصيونية فسيقومون بإعادة النظر في معاهدة وادي عربة جل كيان الصيوني هذه كائنا الآن أين المنظمة ديال جامعة العربية لا تكاد تسمع لها همسا ولركزا هؤلاء الحكام الذين صدعون بأن قضية فلسطينية قضية مركزية والذين عاشوا عبر إعلامهم يخدروننا بأنهم حماة لفلسطين مدافعون عنها متى يتكلمون متى يتحدثون حتى يقوم الصهايانة بعد أن يقره قانونا كما أقر السيادة على الحرم الإبراهيمي أربع مسجد مقدس في العالم بعد بيت الله الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الحرم الإبراهيم الدواء خضع الآن للسيادة والناس كتو أريدون أن يتحدثوا حينما يتم عياذا بالله لا قدر الله هدموا المسجد الأقصى عيبوا عام ثم أين منظمة المؤتمر الإسلامي لأن المسجد الأقصى وليس بيت للعرب هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين بالنسبة لأمة رسول الله المليار وربعمية وخمسين مليون في العالم أسمعها سيديان مسلم فين ما كنت قضية المسجد الأقصى قضية مليار وتقريب نصف مليار مسلم في العالم أبن عمي لو كان غير يجتمعه غير يجتمعه رأي رعب العالم ولكننا غثاء كغثاء السيل كما أخبر النبي في زمن القصعة فأين منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل هذا الكم الهائل من البشر أين صوتها أين ردة فعلها والو وبعد ذلك إذا تحدث أحد من هؤلاء المسؤولين في الجامعة العربية عربية يقولون نندد ونرفع الأمر ونرفع الشكواء إلى الأمم المتحدة ونقولوا الجنة ونقولوا الجنة زي ما ديروا خدموا ياسرائيل باللاتي عليكم إن شاء الله حنا غادين لهيوا العرب والمسلمين غادين نديروا الجنة وعوداك لمشيوا للأمم المتحدة ونندوا ونشجبوا ونطلبوا بجلسة علنية في الأمم المتحدة أمى بين غادي تجلس إن شاء الله 21 يوم و20 يوم و4 ما يجيوش ما يكملش النصاب ويبقى 5 شهور والسادس إن شاء الله يجتمعوا من اللي يجتمعوا يدقوا ثم العمر الخطير الآن هنا واذا ما هو هو مواصلة ما يسمى بالمفاوضات كيري في هذا الظرف بالضبط يريد للمفاوضات أن تتم بين سلطة أصل وبين الصهاينة وإنما تتم عبر وثيقة ما يسمى بإعلان المبادئ وإن إعلان المبادئ من قرأها يجد عياذا بالله أن الأمور المهمة وثوابت القضية قد التهمت قضية اللاجئين لا عودة للاجئين قضية حدود فلسطين لـ 67 لا عودة لهذه الحدود قضية المستوطنات في الظفة الغربية ستبقى هناك ويتم التبادل فيما يسمى بغور غور الأردن تم تقنين ضمه لإسرائيل كيف مبقاه كيف مبقاه كيف مبقاه لها الدولة الفلسطين اللي غد يتقن ما بقاه له ما بقاه احتاج حاجة أنا وغير اتفاوض في العالم الإسلامي انقلاب السيسي الملعون خادم إسرائيل المجرم الذي ينكل بإخواننا في غزة ويهدم كل الأنفاق لخنق المقاومة هناك والتعامر مع إسرائيل لضرب المقاومة بشار الملعون الذي يحظى بتأييد الغرب وقد أجمع الغرب المنافق على أنه لا يمكن أن يناصر المجاهدين على نظام بشار أخلص نظام لإسرائيل الذي ضمن الأمن استراتيجي لمدة طويلة لإسرائيل شكو العراق الملكي الذي جاء به شيعيا رافضيا على الدبابة الأمريكية المشغول الآن بتصفية أرض المسلمين من السنة وخاصة للأنظار تدنيس المساجد وحرقها والقتل على الهوية شغولين احنا إذن هذا ظرف مناسب ومواتي مراكز البحث الإسرائيلية والغربية كتقول إن الظرف جد مواتي لإسرائيل من أجل أن تقوم بعملها الشنيع في هدم المسجد الأقصى وقبل ذلك الاستلاء القانوني عليه وقد تم اليوم 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 يا عرب يا مسلم اليوم فإلى كل ضمير حي لكل مسؤول تجري فيه دماء الإسلام أو دماء العروبة على الأقل والعربي كانت له أنفة ونخوة حتى ولو لم يكن مسلما يدافع عن العشيرة وعن أرضه وعن داره هي رسالة لكل هؤلاء لينفذوا غبار الهوان عليهم فالشعوب معهم ثم هي رسالة لمن؟ لهذا منظمة الجامعة العربية لا تسمع ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ثالثا هي رسالة للعلماء وللدعاة أن يستغلوا يوم الجمعة لكي يخطبوا في القضية فهي القضية الأولى عند المسلمين وإنك لتعجب إذا دخلت الجمعة القادمة إلى المساجد لكي تستمع إلى الخطب فتستمع الخطيبة يتحدث عن أمور هامشية أغرقوا في التفاصيل وطركوا ما يجمع الأمة فرسالة للخطباء أن تكون الجمعة المقادمة جمعة توعية المصلين بما يخطط ويقوم على الأرض واقعاً جديد يفرض على مقدساتنا ورسالة إلى الأحزاب ورسالة إلى الشعوب لكي تنطفض حتى لا يتم هذا لأن اليهود غير يشوفوا الناس ورسالة إلى الأحزاب ورق دا يدروا اللي يبغى من اللي يحرقوا في 1969 حرق ذاك اليهود لمنبر طاع صلاح الدين أش قالت قول دمية قالت لما تم إحراقوا منبر صلاح الدين في أوت عشرين أوت 1969 لم أنم تلك الليلة لأنني اعتقدت أن العرب والمسلمين لن يناموا وسيجهزون جيشاً متحداً عرم رماً أوله في تل الربيع وآخره في جكرتا فلما أصبحت فجسد العرب والمسلمين جثة هامدة ليست له أن يتردد فعل ففعلوا الآن ما تشاءون فالعرب غير موجودين والمسلمون هم أصفار على اليسار وصلى الله على المختار والحمد لله رب العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر